اشتركوا في القناة غير منطقي الله أدى الإنسان الحرية للاختيار ممكن حد يقولي كده الله أدى الإنسان حرية للاختيار فاختر أنه يعمل الشر آه بس في نقطة تحريف الكتاب المقدس ده ضد صلاح الله الذي يهد البشر والله لا يتنازل عن صفاته علشان كده ولا كلماته لأنه الله صالح علشان كده لا يتنازل عن كلماته ويسمح لحد منطقيا يسمح لحد ينحرفها ترجمة نانسي قنقر